بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السؤال هنا ما هو الأفضل؟ هل العشر الأواخر من رمضان؟ أم العشر الأوائل من دي الحجة؟ إذن بحي لابنا نقول هذا العشر الأواخر دي الرمضان كتنفس كتنفس مع العشر الأوائل من دي الحجة طبعا كل وحدة عندها نصوس كل وحدة من هذا العشر العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من دي الحجة كل وحدة عندها نصوس قانا بدأوا بواحد النص كي جمعهم بجوج وهو قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والفجري وليالي عشر وليالي عشر ذكر المفسرون فيها قولين القول الأول أنها العشر الأواخر من رمضان والقول الثاني أنها العشر الأوائل من دي الحجة ورجح بعض العلماء أنها العشر الأوائل من دي الحجة يعني هذا النص يجمع ما بين العشرين للمغاربات يقول لك مبارك عواشركم العواشر يعني العشر دي الحجة والعشر دي العشورة والعشر دي الأواخر من رمضان يسميوها العواشر هذا من يجد حتى الكلمة دي العواشر يقصدوه والله تعالى أعلم وخاما بحتشنا في الأصل دي هذه الكلمة ولكن تيقضيك الأيام دي الفضل الأيام دي العواشر اللي تيكون فيها الخير العشر دي الرمضان العشر دي الحجة وكذلك العشر دي المحرة وكان محرم مشي المفضل فيه فقط العشر وإنما محرم كله خير كله شهر الله المحرم إذن نرجع العشر الأواخر من رمضان قالنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد وجد المئزار لمعنى كي يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها من الليالي وكذلك أمرنا أن نتحرى فيها ليلة القدر يعني فضلت هذه العشر الأخيرة من رمضان بليلة أعظم ليلة في السنة وهي ليلة القدر اللي قال فيها الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر إذن هذه العشر الأواخر من رمضان هي عشر فاضلة وأعظم ما فيها ليلة القدر العشر الأوائل دي الحجة احتهي عشر فاضلة وأفضل ما فيها يوما اختلف العلماء سيكون أفضل هذين اليومين واش تاسع ولا العاشر تاسع ويوم عارفة قال بعض العلماء هو أفضل يوم لأنه ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف ملائكته فيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعتا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم فيشهدوا أهل الموقف بغفران الدنوب لجميع الحجيش فلذلك قالوا هذا هو أفضل يعني يوم في السنة وما رؤية إبليس أغيارا ولا أضحارا ولا أغضبا من ذلك اليوم وكي اللي قال يوم الحج الأكبر اللي هو يوم عيد الأضحى لأن فيه أمهات المناسك دي الحج يعني رمي الجمارات والطواف والسعي والحلق والذبح الجمعين فيه أمهات لدلك سمية يوم الحج الأكبر إذن فضلت هذه العشرة بهذه اليومين يوم عرفة ويوم الحج الأكبر وفضلت العشرة الأوائل الأواخير من رمضان بليلات القدر وهذا المنافسة في الحقيقة شن الغرض منها هذا المنافسة باش المسلم يجتهد فيهم جوج يجتهد في العشرة دي الرمضان كلهم ما يشغل إلى وحدة يقلب على ليلة 27 عس تليل 27 عادي قوم لله لا يجتهد في العشرة كلها ثم هذا العشرة الأوائل دي الحجة تهي يجتهد فيها كلها صياما وقياما وذكرا وصدقة وتبرعا وشراء الأضاحي وصلاة الراحم وحس الجوار والكلمة الطيبة والذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يعني اجتهد الإنسان في هذا العشر لأنها فرصة غيغة الدوز إياكم أن تغفلوا إخواني أخواتي إياكم أن تغفلوا عن هذه العشر فإنما هي لمحة بصر وتمروا بسرعة فإياكم أن تغفلوا عنها وإياكم أن تضيعوا أجرها والموفق من وفقه الله نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد اللهم بارك لنا في هذه العشر وأدخل علينا وعلى جميع أمة الإسلام عيد الأضحى بمزيد من اليوم والبركة والتيسير والتوفيق والزيادة في الأجر والزيادة في الخير والزيادة في الطاعة وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين